موسيقى مرحبا بكم انا جرير دبابنس اقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات ولدينا الكثير من الاسئلة اليوم نبدأ الساعة الاولى من الحرة الليلة من الجزائر والتي تجاوزت ازمتها حدودها الجغرافية فبعد اعلان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قلقهما ازاء التطورات التي يشهدها هذا البلد وما لها من انعكاسات على المنطقة وما توالى من ردود الافعال المحذرة من تفاقم الازمة الجزائرية ومع توالي هذه لربما التفاصيل اتسعى نطاق الاحتجاجات الرافض لولاية رئاسية خامسة لبوتفليقة باعلان المحامين مقاطعة المحاكم تعبيرا عن رفضهم لترشحه وكذلك منظمة قدامى المحاربين والتي ينتمي لها الرئيس الجزائري باعلانها رفض ترشحه اقترن اسم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بالكفاح لتحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي لكن الزعيم الذي يرقد في مستشفى بجنيف لاجراء فحوص طبية يكافح ليس كي تتحسن صحته فحسب بل لبقائه السياسي جراء موجة الاحتجاجات الشعبية من المستائين لسعيه الى ولاية خامسة الشهر المقبل بالنسبة لبوتفليقة ولدائرته المقربة فان الاضطرابات المطالبة برحيله اكتسبت زخما مع ظهور تصدعات في اوساط النخبة الجزائرية فالمنظمة الوطنية للمجاهدين التي تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا الى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال حثت الجزائريين على التظاهر معتبرة المطالبة بتنحي الرئيس المعتل صحيا وكانت نقابة مهنية مختلفة اعلنت التحاقها بركب المحتجين فيما قيل ان بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم انضموا الى المتظاهرين فرنسا الجارة في الضفة المقابلة من المتوسط التي تربطها بالجزائر علاقة وثيقة قالت انها تتابع ما يجري في الجزائر باهتمام وان الشعب الجزائري هو من يحدد مصيره ان الكلمات لها وزن نحن منتبهون للغاية لما يجري منذ اسبوعين لان الجزائر بلد صديق وشريك مهم ولدينا معه علاقات قوية جدا وما نعرفه وان الشباب يعبر عن اماله وطموحاته والجزائر لديها امكانيات وقد اعطت لشبابها افاقا وهذا ليس بجديد حاليا الامر متروك للشعب الجزائري صاحب السيادة للتعبير عن نفسه واختيار قادته وتحديد مستقبله قبل ذلك اعلنت واشنطن انها تتابع الوضع في الجزائر بكل عناية وانها تدعم الشعب الجزائري وحقه في التجمع السلمي اننا نراقب هذه الاحتجاجات التي تحدث في الجزائر وسنواصل القيام بذلك ويمكنني القول بان الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقه في التجمع السلمي الاحتجاجات السلمية دفعت بوتفليقة الى التعهد بالدعوة الى انتخابات مبكرة خلال عام اذا فاز في انتخابات الشهر المقبل وفي بلد ما زالت ذكريات الحرب الاهلية المريرة في التسعينات ماثلة في اذهان الكثيرين فان ثمت مخاوف من الانفلات الامنية في حال خروج المظاهرات عن طابعها السلمي واعلن الجيش الجزائري انه سيبقى ماسكا بزمام مقاليد ارساء مكسب الامن مشيرا الى ان هناك من يريد ان تعود الجزائر الى سنوات الالم والجمرة وفق تعبير رئيس اركان الجيش ينضم الينا هنا في الستوديو الباحث السياسي هشام ملحم استاذ هشام اهلا بك وشكرا لك لتلبية الدعوة نحن في انتظار ان ينضم الينا المزيد من الضيوب بعد دقائق قليلة من الجزائر بكل تأكيد ليقفوا على الطرف الآخر من هذا الحوار استاذ هشام تقييمك بشكل سريع لما وصلت اليه الامور اليوم في الجزائر قبل ان نخوض في تفاصيل طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة واوروبا يعني يجب ان اقول انني لم افاجأ بهذه المظاهرات الشعبية ان يرشح الرئيس بوتفليقة نفسه لولاية خامسة وهو في حالاته الصحية المتردية وهو الذي لم يخاطب الشعب الجزائري منذ ست سنوات عندما اصيب بالجلطة هذا نوع من عدم احترام الشعب الجزائري بصراحة وبالتالي هذه المظاهرات لم تكن مفاجئة الشيء الجميل فيها انها سلمية وامل ان تبقى سلمية وامل ان تتعامل معها السلطات بطريقة سلمية وان تحترمها ولذلك ما قالته وزارة الخارجية الامريكية اليوم من ان الولايات المتحدة تدعم حق الشعب الجزائري بالتعبير عن نفسه بالطريقة السلمية هذا موقف جيد وامل ان يبقى لاننا نريد ان نتعلم كشعوب او كمراقبين يعني من التجارب المرة التي مرت بها الدول العربية الاخرى منذ 2011 وللمناسبة هذا ما تستخدمه انظمة مثل السودان والجزائر وغيرها لكي يقولوا لشعبهم لا تطالبوا بالتغيير ولا تنزلوا الى الشوارع راقبوا ما حدث في ليبيا، راقبوا ما حدث في سوريا، راقبوا ما حدث في مصر ولكن يأخذ كثيرون ان هذا نوع من التخويف هذا التخويف مشي بعض الوقت ولكنك لا يمكن ان تعتمد عليه للأبد يعني طريقة اخراج الولاية الخامسة بالطريقة التي خرجت بها والرسالة الأخيرة بان الرئيس متفليقة سيبقى في الحكم اذا اعيد انتخابه لسنة واحدة يجري خلالها لماذا؟ هل هذا يعني ان السلطة الحاكمة بشقيها العسكري والأوليغاركي تريد المزيد من الوقت للترتيب للمرحلة المقبلة اعتقد ان الجزائريين في الشوارع وفي منازلهم وفي كل القطاعات لا يريدون ذلك لماذا نشتري سنة اخرى من انعدام اليقين كان هناك خيار اخر ربما لم يتم طرحه بالصحفة كثيرا المادة 102 من الدستور الجزائري اعلان حالة شغور الرئاسة اليوم ألم تكن تلك الطريقة لتجدي نفعا أكثر من التنديد أو طرح بوتفليقة نفسه لولاية خامسة يعني منذ أشهر الجزائريين يتخوفون من هذا القرار الترشيح لولاية خامسة الرئيس كما قلنا في حالة صحية متدهورة هو حتى خارج البلاد لا أحد يعلم ما هي حتى حالته العقلية يعني تمنى له السلامة ولكن تسوء الحالة أستاذ هشامي اليوم تقرير لا تتصدر أكثر الوضع أصبح صعبا جدا لحالته طبعا أتمنى له الشفاء المشكلة أننا لا نعرف وضعه الصحي بكل دقة وبكل نزاه وبكل وضوح هذه مشكلة يعني حق الشعب الجزائري أن يكون على إدراك تام ما هو الوضع الصحي للرئيس يعني هذا أسأل ما يمكن أن يطالب به ويستحقه شعب بكامله يعني بعد 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 الذين رأواه خلال ست سنوات رجل لا يستطيع أن يخاطب شعبه منذ ست سنوات هذا لم يحدث لم يحدث على الإطلاق في أي دولة في العالم يعني للأسف شهدنا ظاهرة مرد زعيم عربي إن كان الحبيب بورقيبة الملك فهد حتى مبارك يعني الرئيس أو الزعيم يمرد وتمرد البلاد معه رأينا ذلك في الإتحاد السوفيتي السابق بريجنيف وغيره وعندما يمرد الحاكم ولا يتخذ القرارات البلد مجمد والبلد تدهور صحته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا يمكن أن يتم التسامح مع ذلك رأيناه في تونس الذي أدى إلى زين الدين العابدين رأيناه في جمود القرارات السياسية في دولة مثل مصر أو حتى في السعودية خلال الملك فهد وحتى الملك عبد الله يعني يجب على الشعوب العربية أن تتفادى هذا ولا يستحق أي شعب أن يعيش في حالة انعدام الثقة الذي نراه اليوم في جزائر ما هي نقاط القوة والضعف اليوم لدى السلطة في الجزائر هل المأخذ الوحيد لربما هو فقط على الترشح لمرة خامسة يوجد برنامج واضح هناك برنامج واضح على عكس أن على الطرف الآخر المعارضة ليس لها برنامج واضح هذه قضايا لا نستطيع أن نبت بها ونحسمها يعني لو كانت هناك عملية سياسية واضحة ونزيهة في المجتمع الجزائري وفي النظام الحكم الجزائري لما كنا وصلنا إلى هذا الوضع الذي وصلنا إليه فلنقولها بصراحة هناك نوع من الائتلاف بين الأوليغاركية الجزائرية وبين السلطات الأمنية والعسكرية في الجزائر لا يزال الشعب الجزائري رازخ تحت ذكرى والظل الأحداث الدموية العنيفة في تسعينات القرن الماضي وهذا ما كان يخيف الجزائريين كثيرا من النزول مرة أخرى للشوارع حتى قبل الانتفاضات العربية هناك تجربة مرة في جزائر هذا البلد الذي لديه إمكانيات هائلة بسبب موارده وموقعه إلى آخره وتاريخه لم يتم تحقيق هذه الأهداف التي كنا نتوقعها نحن كمشارقة نراقب الجزائر من البعيد أنا أذكر الناس وكتبت أول تظاهرة في حياتي كان عمري 11 سنة في بيروت أخذني يا أخوي للتظاهر دعما لنضال الجزائر وكلنا نعلم اسم جميلة بوحيرت إلى آخره هذه الجزائر التي لم تحقق بالفعل ما كان يتوقعه الجزائريون منذ الاستقلال نرى أنها وصلت إلى طريق مسدود عمليا لأن هناك وضع سياسي جمد وشل البلاد بكاملها تمام ينضم إلينا من الجزائر لإفراء الحوار بلقاسم ملاح وزير سابق وعضو في مدرية الحملة الانتخابية لبوتفليقة أستاذ بلقاسم أهلا بك كيف تواجهون ما يتعرض له أو تتعرض له الحملة الانتخابية والترشيح هذا في هذه اللحظة اليوم في ظل هذه التطورات الأخيرة والبيانات الصادرة أيضا من الجيش ما كيف تواجهون الموقف اليوم في البداية أشكركم على الاستذافة هو الحركة الشعبي ربما في الجزائر ليس وليد اليوم وإنما كان في حركة قبل ذلك ولكن اليوم يعني بعد ما تم استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية التي ستجري يوم في 18 أبريل 2019 أن رئيس استدعى الهيئة الانتخابية وبعد ذلك بعث برسالة وهذه الرسالة من أجل إصلاحات عميقة ستكون بعد انتخابه خاصة ندى ندوة الوفاق الوطنية التي تضم كامل الأحزاب السياسية وشخصيات ويكون فيها أيضا يعني لم نشاهد في الشارع يا أستاذ بلقاسم أي اعتراض على ما يقال حتى فيما يتعلق بالبرنامج ولكن الاعتراض الرئيسي هو على ترشح الرجل منذ البداية يعني هذه نقطة اليوم مهمة لماذا لم تلجأ أو يلجأ من يحكم الجزائر اليوم إلى إعلان شغور منصب الرئاسة بدلا من أن يدخل البلد في هذه المتاهة أستاذ يا أستاذ الفاضل لا يمكن لأي شخص في ظل الدستور الجدير وعال جاء الدستور وكذلك احترام القوانين منع رئيس الجمهورية أو أي شخص من الترشح ما عدا المجلس الدستوري والآن الرئيس وضع الملف على مستوى المجلس الدستوري المجلس الدستوري سيفصل في ذلك زيادة على ذلك حتى الرئيس لم يمنع أي شخص من الترشح وإنما أنا شخصيا وأنا في حزب من أحزاب الموالات حزب التجمع الوطني الديمقراطي وإنما أحمل أيضا الطبقة السياسية التي تم غلقها على ربما شباب وإطارات وهذه الموجة أي الموجة الثالثة يعني الكتلة الصامدة التي تمثل حوالي ما يفوق السبعين في المياه لأن دائما الانتخابات في الجزائر بين ثلاثين وثلاثين في المياه اليوم هذه الطبقة أو الطبقة الصامتة التي كانت لا تذهب للانتخابات وكانت ربما لا تشارك حتى في العمل السياسي لا في البرلمان ولا في جهات أخرى نظرا لأن نحن شخصيا منذ التعددية السياسية في 1989 إلى غاية اليوم الأحزاب السياسية سواء كانت معارضة أو كانت مولاد لا استطاعش في هذا الظرف أنها تصنع مناظر حقيقي الذي يؤمن بقناتي ويؤمن بالرسالة اليوم هذا الحراك الشعبي فيه إطارات فيه كفاءات أنا رسالة موجهة من طرف الشارع الجزائري إلى أعلى سلطة في البلاد لابد عليكم أن تسمعونا لابد عليكم أن تشاركوننا في العمل السياسي أن تشاركوننا في تسيير السلطة تمام أخذت لربما أو أخذ الحديث عن الداخل الجزائري وقتا كثيرا من الحوار كنت أنتظر أن ينضم إلينا كل الضيوف معي أيضا من الجزائر فضيل أبو مالا وهو المحلل السياسي أستاذ فضيل شكرا لك لتلبية الدعوة بشكل سريع ندخل في الشق الآخر من الحوار اليوم كيف تقرأ التصريحات الأمريكية؟ لا أسمعي السؤال من فضيل كيف تقرأ التصريحات الأمريكية بدعم حق الشعب الجزائري بالتظاهر؟ صراحة الشعب الجزائري ليس بحاجة إلى الخارجية الأمريكية لدعمه في حراكه الكبير نحن نطلب من الخارجية الأمريكية ومن النظام الأمريكي ككل ومن الأنظمة الغربية لا تساند الأنظمة الدكتاتورية في بلداننا أما الشعوب فهي كفيلة بتغيير أنظمتها تغييرا جدريا لو لا مساندة هذه البلدان ونحن نعرف التجربة الأمريكية للأسف مع هذه الأنظمة الدكتاتورية للأنظمة الشمولية في بلداننا بحث التي ساندت الكثير من الإنقلابات وساندت الإنقلابيين وتدعم الأنظمة الشمولية وتنظمة الطغيان في بلداننا إذن القراءة نحن نقول لهم التغيير سيكون من الداخل من داخل الجزائر من داخل الشعب الجزائري من أحشاء المجتمع الجزائري وهو لا يحتاج إلى أي قوة أجنبية أن تتدخل في التغيير فقط ما نطالبهم به اليوم رسميا عن طريق سفاراتهم وعن طريق هيئاتهم الرسمية سواء الوزارة الخارجية أو البنتاجون أو غيرها أن يمتنعوا عن دعم الأنظمة الدكتاتورية في بلداننا هذه هي القراءة الصحيحة اليوم خاصة التي يرسلها الشارع الجزائري إلى العالم شارع سلمي يريد أن يغير نظاما فاسدا مفسدا نظام لا رأس له نظام أفسد البلاد يريد أن يغيره بطريقة سلمية في الاتجاه الصحيح اتجاه الدولة الحديثة اتجاه الديمقراطية اتجاه الدولة التداول على الحكم واتجاه بناء اقتصاد حقيقي يجعل من الجزائر هذا البلد القارى يقلع إقلاع الحقيقي ولا يظل تابعا لا لفرنسا ولا للولايات المتحدة الأمريكية الغريب سيد فضيل بأنه لم نسمع لربما هذه الدعوة لعدم التدخل أو هذا الحرك من الشارع الجزائري عندما تدخلت الجزائر مع الانفصاليين في المغرب كان هناك دعم من قبلهم على كل حال هذه ليست النقطة نقول لك أنا من الصحافة قد تقول نقطة خلافية على الجانب الآخر أستاذ هشام كيف يقرأ هذا يعني اليوم هل تبقى هذه الصورة النمطية موجودة على أنه أي تدخل أمريكي يعتبر تدخل لربما دعم انقلاب هناك وراء الأكمة ما وراءها إلى أي مدى ينظر إليه بأنه بالفعل دعم إلى حق الشعب الجزائري قبل أن ندخل في الاتحاد الأوروبي بشكل سريع موقف الأمريكي السليم يجب أن يكون بدعم حق الشعب الجزائري بالتعبير عن نفسه بحرية وبتحذير الجميع من عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين يتظاهرون بشكل سلمي ويتحدثون عن مساءلة ديمقراطية ويطالبون بانتخابات النزيهة ومفتر هذا هو موقفه اليوم هذا الموقف الأمريكي اليوم أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تكون في مواجهة تحدي هام في حال سمح الله تدهورت الأمور في الجزائر وتم استخدام القوة من قبل النظام عندها أعتقد أن الموقف يجب أن يدين أي استخدام للقوة العسكرية ضد متظاهرين سلميين وتحذير أي النظام من أن التمادي في ذلك سوف يؤدي إلى خطوات سياسية ديبلوماسية وحتى اقتصادية في أي إطار طلع أنا أشارك ضيفك الذي يقول أن الشعب الجزائري هو الذي يجب أن يقرر يقرر مصيره ومستقبله السياسي طالما العملية تسير بطريقة سلمية وهناك للأسف تاريخ أميركي أو إرث أميركي بدعم الأنظمة الشمولية والدكتاتورية في العالمين العربي والإسلامي إلى أي مدى لا يمكن تحقيق ذلك أستاذ بالقاسم سيبقى الارتباط على سبيل المثال ما بين الجزائر وفرنسا غير قابل للفكاك على الإطلاق اليوم سيكون له نعكاسات بشكل أو بآخر والله يشوف الشعب الجزائري واعي والشعب الجزائري ربما استلقى سعيد الدروس منذ 1989 إلى يومنا هذا وهذا الحراك الشعبي لا يستطيع أي قوى سياسية سواء كانت في الجزائر لأنه أكبر من الموجة التي يريدون ربما ركوبها بعض أحزاب سياسية أما ما يمتدقل للأجنبي فأنا أرى أن الشعب الجزائري واعي وسيحل مشاكله بصفة ديمقراطية لأنه له رصيد أولا رصيد ثورة التحرير وعنده أيضا رصيد لأن الجزائر ربما حتى الشيء المعروف عندنا في الجزائر أن الانتخابات على الأبواب والشعب هو الفاصل ونعرف دائما أن الشرعية يمنحها الشعب ومن حق الشعب سحب الثقة من من الذي يمنحه الشرعية أن ذلك فلذا أنا أقول إذا كان رئيس أبو تفليقة قد منحه الشعب لعدد العودة اللولة والثانية والثالثة والرابعة إذا كان أرد أن ينزع منه الشرعية بطريقة الانتخابات وبطريقة الصندوق أما التدخل الأجنبي أنا نعرف على حسبي ولا حسب كامل المطلعين أن كل دولة تدخل فيها الأجانب كانت يعني عوقفها وخيمة ولهذا أنا نعرف لشعب الجزائري شعب واعي شعب لهو رصيد شعب يأمن بالديمقراطية يأمن بالعمل بالعمل السياسي وهذا شيء يعني لموجود منذ تعددية أنا دائما ألوم الطبقة السياسية لأنها ربما في بعض الأحيان هي التي خنقت العمل السياسي ولم تترك إطاراتها ولم تترك النخبة أنا اليوم أرى في الجزائر أن النخبة ستأتي من الشارع تأتي من هذا الحراك الشعبي وهذا ما جاء في رسالة الرئيس تمام أستاذ فضيل بشكل سريع لا يمكن إخراج أيضا روسيا والصين من المعادلة الخارجية اليوم أين ترى المعادلة الأهم التي يجب التركيز عليها فيما يتعلق بالجزائر أولا دعني أقول للأخ ملاح من الجزائر لانتخابات في الجزائر النظام انقلابي النظام عنيف النظام لا شرعي لا سيادة له ولا كرامة النظام الجزائري لم يكن أبدا ديمقراطي ولا يمكن أن يقبل بأي تغيير ديمقراطي وحزب الذي ينتبه إليه حزب أصلا غير ديمقراطي وجاء بطرق غير ديمقراطية وما إلى ذلك إذن الرجاء لا نتحدث عن ديمقراطية وأن نستحي من الشعب حينما نتحدث عن ديمقراطية وآلياتها في الجزائر المعادلة الجزائرية اليوم هو أن الشعب الجزائري خرج بملايين وسيخرج يوم الجمعة أيضا بملايين أكبر للمطالبة ليس فقط بدهاب بوتفليقة والمسألة عار كبير على العالم وعلى النظام وعلى عصب النظام وجماعة النظام وأحزاب النظام أن تستمر في هكذا تعنت والشعب الجزائري يقول لهم ارحلوا اذهبوا لقد فشلتم فشلا دريعا رئيسكم ميت سياسيين وأنتم تريدون أن تولوه على الدولة بعنوة خارطة الطريق اليوم التي أعتقد فيها وأؤمن بها كناشط في ساحة سياسية وفي الحراك المباشر أعتقد أنه لا بد اليوم من وقف المسار الانتخابي وهذه المازلة الكارثية ولا بد من إطاحة بحكومة ويحيا وحكومة هذه الأحزاب الميتة القاتلة ولننتقل بعدها إلى بناء حكومة تكنقراطية شعبية حقيقية تؤسس لبداء الحقيقية عن طريق مجلس تأسيسي ودستور حقيقي هذه هي الآفاق الحقيقية التي يجب أن نعطيها للشعب الجزائري والشعب الجزائري واعي بالفعل شكراً لكن الذي ليس واعياً في الجزائر هو النظام شكراً أستاذ فضيل هو النظام بعصبه وحصاباته في الرئاسة وفي الجيش وفي كل مكان شكراً لك أستاذ فضيل بومالا المحلل السياسي من الجزائر وشكراً من الجزائر أيضاً بلقاسم ملاح وزير سابق وعضو في مدرية الحملة الانتخابية لبو تفليقة هنا في الاستوديو أود أن أشكر الأستاذ هشام ملحم البحث السياسي شكراً لكم ضيوفي الكرام شكراً لكم